بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي يا جمهوري النادي الأهلي في كل مكان أهلاً مرحباً بحضراتكم معنا في جولة جديدة من استوديو الأبطال النهاردة إحنا على موعد مع قمة جديدة من قمة كرة الثلة الأهلي والاتحاد في نهاية كأس مصر موسم 2021-2022 المباراة ستقام في تمام الساعة الثامنة والنصف من صالة الدكتور أو مجمع الدكتور حسن مصطفى نتمنى كل التوفيق لفريقنا النهاردة النادي الأهلي في آخر ثلاث مواسم أو يمكن آخر أربع مواسم وصل إلى نهاء كأس مصر وفق في مرة وأخفق في ثلاث مرات النهاردة مباراة النهاردة مش بس تحدي من فرقتين كبار النادي الأهلي والنادي الاتحاد ولكن أيضاً في سؤنائيات كبيرة أو كثيرة داخل المباراة يمكن أبرزهم مستر أجوستي بوش وكابتن مرعي دي أحد المواجهات اللي بينتظرها الكثير من جمهور النادي الأهلي والكثير من المحب بكرة السلة الحقيقة لأن مستر أجوستي بوش نجح في انتزاع بطولتين من الاتحاد السكندري هذا الموسم ننتظر إن شاء الله النهاردة النادي الأهلي يقوم النهاردة بمباراة كبيرة وتتوج بفوز النادي الأهلي أسترد مع حضراتكم يمكن تاريخ هذه البطولة منذ نشأتها يمكن كان بدايتها في سنة 75-76 ولكن كانت بتبقى بطولة اعتبارية كان بيبقى في بطولة واحدة وهي بطولة الدوري وكان الكأس بطولة اعتبارية وحنا جايبين هذه الأرقام وهذه الإحصائيات من الاتحاد المصري لكرة السلة يمكن أول بطولة الكأس مصر رسميا كانت سنة 75-76 وفاز بها الاتحاد السكندري سنة 79 سنة جدول مع حضراتكم على الشاشة سنة 78-79 فاز بها الزمالك سنة 82-82 الاتحاد السكندري سنة 85-84-85 لم يستكمل الموسم الرياضي سنة 87-88 الأهلي فاز بالكأس سنة 90-91 الزمالك سنة 93-94 الجزيرة 96-97 الزمالك سنة 99-2000 الزمالك 2002-2003 الزمالك 2005-2006 الزمالك 2008-2009 الأهلي 2011-2012 الاتحاد 2014-2015 سبورتينج 2017-2018 الأهلي 2020-2021 الاتحاد إذن الأهلي النهاردة بيدافع أو بيسعى للقب الرابع له على التاريخ في ريتنا كانت تأهلت إلى مباراة النهائية بعد الفوز على الزمالك 77-67 بعد مباراة سيدها النادي الأهلي منذ البداية للنهاية